موسيقى يعني هو ده كان الحلم بالنسبة له في البداية ما كانش عمر الأستاذ محمود بيحلم بالسينما ولا الدراما التليفزيونية لكن كان كل حلمه مرتبط بفكرة المسرح والمسرح القومي على وجه التحديد فبناء على ذلك هذا المكان يعني طبعا كمان الأستاذ محمود خد فترة إدارة المسرح في فترة من الفترات النكحة جدا وقدم فيها عملين من أهم أعمال المسرح القومي عبر التاريخ اللي هي أهلا يا بكوات والبهلوان الدكتور ريحة الفقراني وأهلا يا بكوات مع أستاذ حسين فامي والأستاذ عزة العليل رحمة الله عليه فالمسرح ده بالنسبة للأستاذ محمود ياسين مكان له مكانة خاصة يعني أنت ما تسأل أستاذ محمود ياسين على الحاجات اللي بحبها في حياته كانت إيه أو اللي هي تمثل بالنسبة له حاجة كده لها قدسيتها أقولك مدينة بورسعيد وفي القاهرة أول حاجة يقولها المسرح القومي أستاذ محمود يعتبر كان يعني زي ما بيقال عليه من البعض يقول جندي السينما المصرية يعني هو الممثل أو أكتر ممثل في تاريخ السينما المصرية قدم أعمال عن حرب أكتوبر أعتقد حوالي 8 أعمال وأول واحد أصلا قام ببطولة فيلم عن حرب أكتوبر اللي هو فيلم الرصاصة التي زال في جايبي وكان طبعا الفيلم ده بيتعمل لسه ريحة البرود يعني موجودة ودم الشهداء مازال موجود وكان قرار وطني من كل الممثلين إن هم يتواجدوا في هذا التوقيت ويقدموا للفيلم ده فشهر أكتوبر شهر دايما كان بيرتبط بالنسبة لأستاذ محمود ياسين إنه هو دايما نشعر إن أستاذ محمود يجي شهر أكتوبر ليه هو مشغول جداً وعنده لقاءات كتير واحتفاليات كتير ارتبط دايماً عنده بشيء مهم وكان من برضه القدر إنه توفى برضه في هذا الشهر كان إنسان جميل يعني الأستاذ محمود وكان ليه الشرف إن أنا اشتغلت معاه في أعمال كثيرة سواء سينما أو تلفزيون غير العلاقة الجميلة في المسرح ما اشتغلناش مسرح مع بعض لكن كنا يعني كنت متابعه من أول كنت لسه ما دخلش المعهد وكان بيعمل أول عمل كبير له هو ابن المسرح القوم اللي إحنا النهاردة يعني في حضوره كانت مسرحات ليلة مسرح جبارة إخراج العظيم كرم مطوع وكان بيمثل فيها أيضاً والعظيمة سناء جميل ودي كانت الفرصة الأولى الكبيرة له اللي من خلالها انطلق وبقى نجم سينمائي كبير ثم بعد كده بقى نجم مصرحي أيضاً كبير وفي التلفزيون كلنا عارفين ده غير محمود ياسين الإنسان وهذا هو الأهم إنه إنسان جميل إنسان طيب إنسان محترم أمر ما تعامل مع حد تعامل سيء أو تعامل أو بتعالي بالعكس كان متواضعاً جداً رغم من جميته الكبيرة لأنه كنا بنقول على محمود ياسين رحمة الله عليه في السينما كان بينافس نفسه يعني كان بيبقى في نفس الموسم نزله بدل الفيلم تلاتة واربعة الله يرحمه ويحسن إليه ويدخله في سيح جناته ونحن سعداء إننا اليوم يعني بنحاول نقدم كلمة بسيطة في الدكرة ودايماً إحنا كده كده مش هننسى محمود ياسين ولكن دايماً نحتفي به مواقف أو أعمال الأستاذ محمود أثناء وبعد حرب تلاتة وسبعين كتيرة مش بس رصاصة فيه كمان بذور فيه أكتر من عمل قدمه لأنه كان من النجوم الكبار واللي سعده لأن الفن دايماً اللي كان بيبقى دافع أيضاً وبيعبر عن نبض الشارع في هذه الفترة محمود ياسين قدم الكثير لفنه والبلده وبنقوله ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته أستاذ محمود ياسين ذكرى اللي هو 14 أكتوبر دي الزكرة الثالثة انتقى لرحمة الله تعالى سنة 2020 14 أكتوبر أنا كنا ليا السبق برضو الحمد لله كان أول تأبين له بعد الوفاة على طول كان هنا في المسرح القاومي لأن المسرح القاومي بيشكله وجدان بيشكله حب كبير جداً بعد ثلاث سنين لما أشاعت الأقدار أنه تولى المركز القاومي بالمسرح له من سماع عمله أو صميم عمله أنه إزاي يشتغل ويعمل حاجات تؤرخ للفنانين ترجمة نانسي قنقر